تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئتنا بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبر فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذه الثقة الملكية السامية ونوها سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفان نيل سموه لثقة الملكية تأتي تقديرا للجهود المتميزة التي يبذلها سموه للدفع بعجلة النمو والتطوير نحو الارتقاء بالوطن وتوفير الحياة الكريمة التي ينشدها المواطن البحريني على هذه الأرض الطيبة سائلا الله العلي القديرا يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على دروب الخير خطاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر